طبعاً اللي شاغل الرأي العام العلمي العالمي مؤخراً هو مجموعة أو فيديوهات ظهرت في الصين وليها الكثير من من أن نقدر نقول إيه التحليلات لها لأنها غريبة شوي هو من حوالي يعني فترة ظهرت مئات من الأغنام زي ما حضركم شايفين والأغنام دي بتتجول أو بتمشي في شكل دائري من حوالي 12 يوم يعني 12 يوم بتمشي بالشكل الدائري اللي حضركم شايفينه ده في نفس اتجاه عقارب الساعة ده كان في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين 12 يوم الأغنام بتمشي بهذا الشكل الظاهرة دي برضو موجودة يعني زي ما حالكم شفته في فيديو تاني شفنا أسماك بتمشي برضو بالشكل الدائري ده بس هو مش مرتبط بالموضوع ده لأنه موضوع معقد وجوه تفسيرات كتير لأنه فكرة أن الحيوانات تمشي في شكل دائري هي موجودة لكن اللي خلي الناس تهتم أكتر أن احنا استمرنا لمدة 12 يوم كاملين بنمشي بشكل الدائري ده مع عقارب الساعة زي ما حضركم هتشوفوا دلوقتي في الفيديو تاني وده حاجة غريبة شوي فيه داء بيصيب الحيوانات معروف اسمه داء الدوران الداء ده نتيجة لنوع من البكتيريا بيسموه داء الاستريات الداء ده بيصيب الحيوان نتيجة البكتيريا ده بكتيريا دي فبتخلي الحيوان زي ما حالكم شايفين بيلف بشكل دائري مع عقارب الساعة ليه موضوع الأغنام اللي في الصين أخد اهتمام أكتر أخد اهتمام لأنه في بعض العلماء بدأوا يفصروا يعني فيه علماء قالوا نديد بكتيريا اللي بتصيب الحيوانات بس فيه مثلا علم تاني طلع قال انه لا يا جماعة البكتيريا دي لما بتصيب الحيوانات فيها بتصيب 10% من 1 إلى 10% فقط من القطيع يعني لو عندنا قطيع من الحيوانات بتمشي بشكل دائري فده ممكن يكون البكتيريا دي بتصيب من 1 إلى 10% لكن الكارثة هنا أو الظاهرة الغريبة دي انه كل القطيع بيمشوا في شكل دائري الأسماك شوية ده موضوع مختلف يا أستاذ سامي احنا خلينا في موضوع الأغنام تحديدا فقالك أو فيه تفسير علمي تاني من أحد العلماء قالك انه هذه الحيوانات بتعاني من ضغط نفسي أو اكتئاب أو أين كانت حاول أوصل مع حضراتكم للتفسير العلمي اللي هو بيحاول ويوصلوا كل العلماء بيدرسوه دلوقتي فقالك انه نتيجة لحجز الحيوانات دي في الحظيرة أو حجزهم لفترات طويلة في الحظيرة فهم جالهم نوع من الابتئاب خليهم يمشوا بشكل دائري ده تفسير علمي تاني فيه تفسيرات بقى طلقت مش علمية خالص يعني بس أقول لحضراتكم ملهاش أي أساس علمي لكن بعض الناس طلقت آلة كلام غير دقيق علميا انه فيه تغيير في المجال القهرومغناطيسي بتاع الأرض ودي نهاية العالم وكلام من نوعية دي الكلام ده طلق كتير كلام ده مش حقيقي ومش دقيق وكلام ده طلع أكتر معظمه من رواد التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن الكلام العلمي حتى الآن انه فيه تفسير علمي أولي بيقول انه دي بكتيريا بتصيب الحيوانات فبتخليها تلف حوالين يعني بتمشي مع اتجاه عقارب الساعة وفيه تفسير علمي آخر يعني هو ده تفسيري اللي راح ليه بعض العلماء لكن حصلت معارضة لهذا التفسير من علماء آخرين يعني هو عالم تحديدا في جامعة ميلبورن في استراليا طلع قال انه هذا كلام غير دقيق أو ما نقدرش نقول عليه انه مظبوط مليون في المية لانه هذا ده بيصيب من 1 إلى 10% من إجمالي القطيع وليس كل القطيع لكن الظاهرة المرادة احنا بيتكلم على كل القطيع بيلف حوالين عقارب الساعة فبيتم دراسة الأمر علميا دلوقتي على قيد العلماء المتخصصين في هذا المجال وأول باول هقول لحضركم النتائج اللي طلعوا بيها لكن النتيجة اللي وصلناها دلوقتي أنه مبدئيا كده بيقولون ده نوع من الاكتئاب عند الحيوانات أو نوع من الضغط النفسي أو ضيق النفسي أدى إلى أنهم فجروا طاقتهم بهذا الشكل فيه بقى مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلت لحضراتكم قالوا أنه ده تغيير في مجال الكهرومغناطيسي اللي في الأرض وده تسبب في أنه الحيوانات كلها لفت مع المجال الكهرومغناطيسي وده كلام غير موثبت علميا وغير دقيق على الإطلاق هو مجرد اجتهادات على الفيسبوك والحاجات دي ما بيبقاش فيها اجتهادات على الفيسبوك دي بتغضع لتحليلات وفروض علمية ما بيبقاش فيها أي نوع من أنواع الهزار لكن من تجربتنا العملية يعني من خلال كوفيد وغير وكل اللي احنا شفناه في العالم يعني سبحان الله كل شيء واغد وكل حاجة ممكن تحصل على العالم يعني حتى واحد صديقي قال لي يعني لو كانت نهاية العالم يعني هيبقى لها تفسير علمي وفي حاجات كتير بتحصل ما بيبقى لهاش تفسير علمي لكن التفسير العلمي المثبت علميا إلى الآن هرال حضراتكم بالضبط أنه تقول بعض النظرات أن دي ظاهرة دفاع عن النفس ده نوع من الدفاع عن النفس أن القطيع بيحمي العناصر الأكثر ضعفة من خلال الشكل الدائري ده برضو يعني مش مؤكد يعني غير مؤكد بالمرة لكن الأكيد برضو هرجع لحضراتكم أن ده الدوران ده موجود علميا بنسبة معينة وأن المؤكد برضو علميا شعور هذا القطيع أو الأغنام بالإحباط ده برضو مؤكد علميا هنفضل نتتبع الموضوع أنا بنقول لحضراتكم أول باول إيه الحكاية طيب ترجمة نانسي قنقر